سنة 1974 بيروح المخرج عاطف سالم بالفنان حسين فاهمي عشان يطلب منه انه يشارك في فيلم قضيف شرف اللي هو كان فيلم ساعتها اين عقلي وساعتها حسين فاهمي كان مقصر الدنيا بفيلم خلي بالك من زوزو اللي كان كل الناس بيشغل الأغنية صبح وليل وكانت الدنيا مقلوبة بسبب الفيلم ده لكن حسين فاهمي بعد ما حقق النجاح الكبير ده فخلي بالك من زوزو ما حبت انه يطلع ديف شرف في فيلم اين عقلي عشان يقابله هناك مصطفى فاهمي اللي هو اخو حسين فاهمي واللي كان مصور سينمائي صور فيلم زي فيلم الشايماء وكان مستعد كمان ان هو يدخل في تصوير فيلم اميرة حبي انا المخرج عاطف سالم قال له ايه رايك يا مصطفى لو تمثل معانا في الفيلم ده قال لهم والله انا مش في دماغي التمثيل ابدا وانا عايز اكون مصور سينمائي فقال له طيب مش مهم هتبقى فرصة حلوة ايو ما تخافش الدور هيبقى دور خفيف وقدام سعاد حسني وطبعا مدام قدام سعاد حسني فما حدش هينساك وهيعلم في حياتك للابد بيوافق ساعاتها الفنان مصطفى فاهمي على دوره في اين عقلي وان يطلع كدف شرف مع سعاد حسني بعد ما صور مصطفى فاهمي فيلم اين عقلي بيرجع عادي للتصوير السينمائي وبيصور فيلم النداها وفيلم الكذاب وكمان فيلم اميرة حبي انا عشان يكتب في ذاكرة السينما ان بداية مصطفى فاهمي كانت في فيلم اين عقلي قدام السندريلا وبعدها بينطلق مصطفى فاهمي كممثل للسينما والتلفزيون وبكده نقدر نعتبر ان مصطفى فاهمي دخل التمثيل بالصدفة البحتة ويفضل متحاصل الراحل مصطفى فاهمي في ظل سنوات كتيرة بيلعب دور رجل الاعمال الوصولي او الزوج الانتهازي الوصولي اللي بيخون زوجته زي ما حصل في مسلسل حياة الجهري وكمان حصل في مسلسل مشوار امرأة لحد ما رانيا فريد شوقي بتقوله انت تحصرت في الادوار دي يا مصطفى ودور الراجل لدم وتقيل الخاين الوصولي لازم تخرج من ادوار دي وفي يوم من الايام بيكون مصطفى فاهمي طيف برنامج لبين بيتك مع محمود سعد وفي الوقت دا كان عمال يضحك وكان طول البرنامج يضحك ويهزر وبانت في الوقت دا خفت دم مصطفى فاهمي اللي ما حدش يعرفها ومن بعدها تغيرت ادوار مصطفى فاهمي تماما وخدت سكة تانية خالص بتتحول ادوار مصطفى فاهمي 360 درجة بعد اليوم دا وبياخد ادوار مختلفة تماما عن كل اللي كان بياخده في السنين اللي فاتت دا كان حوارنا النهاردة اما لو عجبكم الفيديو فما تنسوش اللايك والاشتراك واشتراككم على خير في الفيديو جديد سلام اشتركوا في القناة